الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا محمد أحبة الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم في هذا المقطع السريع مثال مختضب عن تقدير معلمات نموذج بمتغيرات متفاعلة أرجو أن يكون فيه الفائد العلمى لكم جميعا أحب الطلب حيثما كنتم وعلى بركة الله نبدأ لأن هذه بيانات افتراضية مخضى لنفترض توافر البيانات الآتية عن ساعات العمل المطلوبة أسبوعيا هذه الصبدي ومعدل الأجور W وساعات الخبرة السابقة المطلوبة EXP هذه الآن البيانات الصبدي له ساعات العمل المطلوبة أسبوعيا 25-37-50 وهكذا حتى ننتهي بـ 650 معدل الأجور وحدات القياس ما بتهمنا بهم نفاس القيم والمبدأ 50-43-42 حتى ننتهي بـ 4 وساعات الخبرة السابقة 10-13-24 وهكذا إلى أنتهي بـ 600 والآن هذا المتغير الجيد هو عبارة عن التفاعل بين معدل الأجور وساعات الخبرة السابقة طبعا بالساعة فحاصل ضربهم أعطاني هذه القيمة هذا الآن المتغير الذي ستستخدم إن شاء الله بالتقدير إلى جانب الـ W الـ Experience اللي هو معدل الأجور وساعات الخبرة المطلوبة الآن التقديرات بناء على البيانات التي ذكرت هذه البيانات نفسها قدرت معلمات ثلاث معادلات انحذار كما يأتي هذه المعادلة الأولى التي قدرناها الدالي الأولى بتقول إنه ساعات العمل المطلوبة أسبوعيا هي عبارة عن 625.6091 سالب كما هو متوقع نظريا سالب 13.38-13 بالـ Wage Rate معدل الأجور والـ R-SQL بساعة 8.1 بالـ 10 المقصود فيه الآن بأن هذا عبارة عن دالي الطلب على العمالة ساعات العمل المطلوبة أسبوعيا طبعا بعلاقة ذلك بالـ Wage Rate كأنه السعر طبعا هنا هذا الخطأ المعيالي لكل معلمة قدرناها لو قسمنا هذه القيمة على هذه القيمة نحصل على قيمة T عالية كذلك الأمر قسمنا 13.38-13 قسم على فاصلة 78.38 بتكون عالية جدا وبالتالي هاتان المعلمتان تتمتعان بين معنوية عصائية عالية أي مقبولتان من ناحية تقديرية هذا الآن تمثيل بيانة لمنحنة الطلب هذه الساعات العمل المطلوبة أسبوعيا مقابل Wage Rate هنا وهذا هو Demand Curve أو منحنة الطلب فقط يعني عبارة عن دالة بسيطة أو علاقة بسيطة التقدير الثاني الآن هو الآن يعني كذلك بالاعتماد على بيانات نفسها دخلنا Experience أو ساعات الخبرة السابقة كانت النتيجة أن الطلب ساعات العمل المطلوبة أسبوعيا تساوي 33.2106 سالب كما هو متوقع نظريا إشارة سالبة 6.2428 مضروبة بمعدل أجور زائد كما هو متوقع نظريا هنا زائد فاصلة 59.35 مضروب في ساعات الخبرة السابقة R299.8 فهذه النتيجة رائعة جدا بتتسرنا أنه رغم أنه هذا سالب هذا أعطانا قيمة موجبة هذه الآن الخطأ المعياري لكل معلمة تم تقديرها وبالنظر البسيط نلاحظ بأن حاصل قسمة كل معلمة على خطأها المعياري يعطيني قيمة T عالي ما يعني بأن التقدير مقبول جدا من ناحية عملية ونظرية الآن أخذنا المشتقى الجزئي الأولى لساعات العمل المطلوبة أسبوعية بنسبة للأجور فعلا كل ما ارتفع معدل الأجور بوحدة واحدة انخفض كمية الساعات المطلوبة أسبوعية بمقدار 6.64% بالساعة يعني تقريبا أقل من 7 ساعات أقل من 7 ساعات شوية أما الآن التغير في ساعات العمل المطلوبة أسبوعية نسبة إلى ساعات الخبرة السابقة فكل ما ارتفع ساعات الخبرة السابقة بمعدل ساعة بارتفع الطلب هنا بمقدار تقريبا 36 دقيقة يعني 0.6 من 60 دقيقة يعني أقل من ساعة 60% من الساعة هاي أوكي أما الآن التقدير الثالث والأخير الآن هذه العفوا هذا هو التقدير الآن ساعات العمل المطلوبة أسبوعيا يساوي 255.2007 سالب كما هو متوقع نظريا انه الأجور أثرها سلبي على ساعات العمل المطلوبة أسبوعيا سالب 5.28815 في معدل الأجور زائد هنا متوقع نظريا إشارة موجبة زائد 0.6665 في ساعات الخبرة السابقة زائد الآن الانترأكشن أو التفاعل بين ساعات الخبرة السابقة ومعدل الأجور كانت إشارة موجبة وهنا المفاجأة الرائعة بأن ساعات الخبرة السابقة قد حيدت الأثر السلبي للأجور فهنا طلعت الإشارة موجبة كي نتأكل من هذا الكلام حسبنا طبعا RSQL 29.8 حسبنا الstandard error أو الخطأ الميار لكل معلمة فكانت كما يلي هذه الأولى هذه الثانية هذه الثالثة هذه الرابعة بقسمة كل واحدة من نجد بأن كل المعلومات تمتعت بمعنوية إحصائية عالية ما يعني بأن التقدير رائع ومقبول إحصائيا ونظريا وعمليا وهذا الآن آخر شيء نتحدث عنه أنه عندما الآن ترتفع معدلات الأجور بمقدار وحدة واحدة فإن الطلب على ساعات العمل الأسبوعي ينخفض بمقدار 5.28815 ساعة زائد هاي لاحظوني الآن هنا زائد هنا أثرها موجب لاحظوني فخفف من انخفاض بساعات العمل هنا لأنه زائد فاصل 1.1.4 فاصل 0.1.1.4 مضروب بساعات الخبرة السابقة أما الآن إذا ارتفعت الآن ساعات العمل السابقة اللي هي الخبرة السابقة بمقدار وحدة واحدة فإن الطلب على العمل يرتفع بمقدار فاصل 66.65 هذه زائد فاصل 0.1.1.4 مضروب في معدل الأجور ما يعني بأن الأثر هذا هنا قد حيد الأثر السلبي لمعدل الأجور اللي هو دائما بأثر سلبي أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا أن يكون قد قدم الفائد المرجوع لكم جميعا إن شاء الله في مقطع آخر بإننا قريب جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته